مجلس الوزراء يصادق على عدد من المشاريع من بينها مشروع مرسوم يحدد أهداف وتشكيل وسير عمل اللجنة الوزرية لتحسين التنافسية بدل اجتماعات التحضيرية لخبراء دول الساحل الخمس تمهيدا لقمة المجموعة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بالمواكشوطة تتواصل لليوم الرابع على التوالي التملينات العسكرية صوف لينفلوك من خلال مناورة ميدانية تشارك فيها وحدات عسكرية من 34 دولة مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى تفاصيل الثامنة من المورة الثانية تصحبوني فيها بلغة الإشارة أسمى من تعدمان صدق مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات بينها مشروعي مرسومين يحدد الأول منهما أهداف وتشكيل وسير عمل اللجنة الوزرية لتحسين التنافسية يحدد الثانية هدف وتشكيل وسير عمل اللجنة الوزرية لتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار نتابع في ميلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس عشرين فبراير الفين وعشرين تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد والشيخ الغزواني رئيس الجمهورية وقد درس المجلس مشروعي المرسومين التاليين وصادق عليهما مشروع مرسوم يحدد أهداف وتشكيل وسير عمل اللجنة الوزرية لتحسين التنافسية تتلخص مهام هذه اللجنة الوزرية في تنسيق وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتحديد العقبات أمام رفعها وحفظ جهود جميع الفاعلين في هذا المجال وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف فاعل القطاعين العام والخاص المعنيين مشروع مرسوم يحدد أهداف وتشكيل وسير عمل اللجنة الوزرية لتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار تتلخص مهام هذه اللجنة الوزرية في تحديد وتوجيه الأنشطة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإصلاح مناخ الأعمال كما تضم ممثلين عن مختلف فاعلية القطاعين العام والخاص المعنيين بمسلسل الإصلاحات وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج بياناً عن الوضع الدولي وقدمه وزير الداخلية واللامركزية بياناً عن الحالة في الداخل وقدمه وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهديم الوطني بياناً حول خارطة طريق مشروع إصلاح النظام التربوي الموليتاني يقترح هذا البيان جملة من التدابير الرامية إلى الاستغلال الرشيد للموارد المتاحة والتخطيط المحكم لضمان ولوج منصف لجمال الأطفال الموليتانيين لنظام تعليمي يتميز بالجودة والفاعلية والنجاعة وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية استثمار والتنمية الصناعية بياناً يتعلق بخارطة طريق لممارسة الأعمال 2020-2021 يقترح هذا البيان تنفيذ جملة من الإجراءات بغية تنشيط مسلسل تحصين مناخ الأعمال وإعادة الزخم لعملية الإصلاح المنتهجة في البلاد سبيلاً لإحراز مزيد من التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال هذا وعلق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنية الإعلام والاتصال للنطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي والسالم ووزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطنية سيد أداما بوكر سوغو والوزير المنتدبي لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية سيد حبيب الحام في مؤتمر صحفي مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء استعرض سادة الوزراء كلهم في مجال اقتصاصه بتفاصيل مشاريع المراثم والبيانات التي صادق عليها المجلس وبإمكانكم مشاهدين الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد نشرة رئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله أوضح المنتدب والعام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآذر سيد محمد محمود البعسرية في لقاء مع الموريتانيان المندوبية ستطور عدة برمج بغلاف مالي يبلغ 40 مليار سنويا للتدخل في مختلف عنحاء البلد من أجل الرفع من قدرة السكان المعيشية ومحاربة الفقر والقضايا على التفاوت الحاصل بين السكان وتطوير الاقتصاد وترقية التعليم وتعزيز الولوجي إلى الخدمات الأساسية للمواطنين المندوبية العامة ستطور أخمس برامج تدخل وهذه أخمس برامج تدخل كلها عنده تسمية مقبوضة فعلا من تراثنا الثقافي والاجتماعي هذه البرامج فيها البرنامج الأول اللي هو برنامج الشيلي ولا يود معني بتطوير الولوجي للخدمات الأساسية هذا البرنامج لها يدخل في جميع أنحاء البلد لها يدخل في أربع مجالات أساسية الصحة بشقيها الدوائي والتأميني التعليم بشقيه تعليم النظامي وغير النظامي لا يدخل في مجال المياه الصالحة للشفر طبعا والصرف الصحي لا يدخل في مجال الطاقة البرنامج الثاني برنامج التلقيير الاقتصادية والاندماج الاقتصادي وهذا من الأمور الجديدة في التعاطي مع مكافحة الفقر ومع الهشاشة بشكل عام أول مرة يعود فيه برنامج مصمم للتطوير الاندماج الاقتصادي للفئات الهشاشة إياك عنها فعلا تكسر هذه الحلقة الفقر المفزع وتتحرر منه وتندمج في المجتمع عبر أنشطة قابلة الاستمرار وقابلة للتطور هذا البرنامج لا يشتغل ما الذي يزاد هو في ذلك محاور أساسية المحور الأول يتعلق بتطوير جميع الشعب الاقتصادية المدرة للجلجة الاقتصادية التي فيها إمكانية عمال وفيها إمكانية خلق دروة إلى غير ذلك كيفية الشعب الزراعية والشعب الحيوانية في مجال السياحة في مجال الصيد البحري في مجال البناء والشغال العام في مجال الصناعات التقليدية جميع المجالات قابلة لتطور فيها أنشطة اقتصادية تقود ذات مردودية اقتصادية على الأسر وقابلة لتخلق فيها فرص عمل لا يتم تطويرها سواء تعلق الأمر بالوسط الريفي الذي عنده خصوصيته وأنشطته أو بالوسط الحضاري الذي زاده وعنده خصوصيته المحور الثاني في مجال البرنامج الاقتصادي هو تطوير الأنشطة المدرة للدخل ونستهدف بها بئتين أساسيات من المجتمع شباب بين تقريبا عمر 15 إلى 25 سنة الذي لم يساعدهم الحظ أن يواصلوا في مراحل التعليم المتقدمة والنساء والمحور الثالث في البرنامج الاقتصادي هو القروض الصغيرة الذي يعتقى عن الناس لديها أفكار وقابلة تشتغل تخصها الموارد تخصها التمويلات التي تعدل بها لك وبالتالي المندبية العامة تتوفر خطوط قروض ميسارة جدا لذلك الفئات التي حامل المشاريع قابلة لها تعيش فيها منها وتتطور منها وتطور منها أسرها وتخلق من فرص عمل يسوي شنهم وسواها للشباب الموريتان هذا هو برنامج ينقاله برنامج ينقاله البركة للمناسبة إن شاء الله تنزل فيه البركة اللي هو البرنامج الاقتصادي والبرنامج الثالث يتعلق بتحسين الإطار العام للحياة هو برنامج داري داري الذي تكلمت عنه لا يعود مليزاته هو عنده بعدين بعد يتعلق بالسكن الاجتماعي يسوي في الوسط الحضري يسوي في الوسط الريفي في الوسط الحضري هناك التزام من فخامة رئيس الجمهورية بتشييد أعشر تلاف مسكن اجتماعي في لحياء الهشة في مدننا الكبراء وتوسع البرنامج على النوم اللي يشمل 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 الوسط الريفي توسيع الوسط الريفي عندنا فيه هدف هو التشجيع للتجميع القرب صوروا معي عن أكثر من نصف قرانة فيها أقل من 20 أسر وليتاني اليوم فيها حوالي أكثر من 8000 قرية معلنة أكثر من 52 منها فيها أقل من 20 أسر يلازلنا النسبة شوية يلحقوا 93% من قرانة فيها أقل من 100 أسر من 100 أسر 100 أسر يعني بالمعدل حوالي 500-600 شخص معناها فقط 97% من قرانة هي اللي فيها أكثر من 600 شخص وبالتالي صعب علينا الدولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية وإمكانياتها أنا كل مواطن قاعد في بلد قد تجيب له خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء حول منهجية المندوبية فيما يتعلق بشفافية العمل الذي تقوم به أكد المندوب العام لتآذر أنهم يعتمدون على منهجية ترتكز على الجدية في متابعة المشاريع وشفافية والعدالة في التوزيع والتنسيق مع القطاعات الحكومية من أجل أن تكون برامجها مسجمة وذات مردودية تلبي حجم خطط الحكومة وحاجة السكان المستفيدين من تدخلات المندوبية نحن نظم ديناميكيات تشاركية مع القطاعات الوزارية كاملة مثلاً اليوم برنامج تدخل في مجال مياه والله في مجال السحة والله في مجال التعليم يتم طبعاً بالتشاور مع الوزارة المعنية التي هي الوصية على الاستراتيجية الوطنية القطاعية نحن ما عدنا استراتيجية قطاعية نحن عدنا استراتيجية أفقية تشمل عند القطاعات يقال المرجعية الأولى في كل قطاع هي الاستراتيجية القطاعية يسهر عليها قطاع معين هذا من ناحية من ناحية الأخرى نتعامل مع الجهات الأخرى الميدانية اللي هي السلطات المحلية سواء كانت مجالس جهوية أو بلديات أو سلطات إقليمية يا غير قاع خارق الواية منين نوصلوا لهم؟ منين نحقوا هذا الأخرى كانت تحقا اللي هي قضية نجاعة الاستدار معناها عننا منين نتحقوا؟ عننا هذا الاستثمار اللي نعدل عننا عدلناه في البليد اللي يعدل فيه بالحجم اللي يعدل به وبإشراك المواطني المستفيدين منه نعدوا أكدنا عن تأكدنا عن أن يكون النتاج لا يصل لها عنا عندنا منهجية منهجية اللي اعتمدنا تعتمد عدة مراحل أربع عائل خمس مراحل المرحلة الأولى هي قضية الاستدار بأننا أولاً بعد قاع نتأكدوا عنا مستهدفين الناس والمناطق اللي فعلا محتاجة واللي فعلاً تقع في إطار الحييز المحدد للمندوبية العامة نتخل فيه هذا اعتمدنا فيه معلومات إحصائية ونظرية على مستوى نحن هنا هذه المرحلة الأولى يقول هذه المرحلة التي تتم تأكيدها بزيارات ميدانية على مستوى كل قرية لا أعطيكم مثال نحن نتوصلنا عن قرية معينة في بلدية معينة في مقاطعة معينة في مقاطعة معينة فيها مثلاً قال لها تعييم والله قال لها الصحة والله قال لها المياه والله قال لها هذه معلومات أولية توجهنا تنيرنا لا يتمشي بعادات فيها البرامج الخامسة التي تكلمت عنها على مستوى المقاطعة هذه المرحلة الأولى وتأكد أول شي لا يتعدله تتأكد من نجاعة وصدقية الاستهداف الأولي الذي يخلق هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية ميدانياً لا يعدوا تشخيص ميداني للوضعية هذا التشخيص لا يعود فيه بعد التشخيص الاجتماعي يعني نعرف الناس الهيئات وهيئات المستويات العمورية إلى غير ذلك مثلاً في الأطفال الأطفال الأقل من 14 سنة الشباب التي تكلمت عن مبيل بين 15 و 25 سنة يعني نساء أرباب الأسر يجب أن هذه الهيئات الاجتماعية نعرف كلهم يجب أن نعرف نوعية التدخل المناسبة فيه بعد التشخيص الاقتصادي ما هي مقدرات المنطقة؟ ما هي الانشيطة التي فيها التي قابلة لتطور وتدعم ودعم حركية ودعم لإنتاجية المواطنين ودعم داخلها غير ذلك وكشف البنى التحتية المستوى المنطقة ما هي البنية التحتية التعليمية فيها كافية أو ما هي كافية؟ ما هي البنية الصحية البنية المياه إلى غير ذلك؟ واعتماداً على التشخيص لا يحدد المرحلة الثالثة يحدد برنامج تدخل مصغر خاص بالمنطقة ولا يحدد مندمج على يقبل بعين الاعتبار كافة حاجيات المنطقة وهذا هون من الأمور الجديدة في التدخلات المنطبية العامة هذا البعد الثالث اللي هو تصور البرنامج تدخل البعد الرابع في المنهجية هو الاشراك هذه المراحل كاملة لا يشرك فيها الناس كامل أولاً المستفيدين المواطني مستدفين ذانياً السلطات المحلي بلديات ومجالس جهوية إلى غير ذلك القطاعات الحكومية الموجودة مثلاً الجهوية كيف تدخل ممثليات وزارات وزارات الخدمية إلى غير ذلك وحتى نسيج الجمعوي العاد موجود تعاونيات منظمات غير حكومية إلى غير ذلك تجمعات إلى غير ذلك لا يتم إشراكها في التصور العام وحتى إشراكها في التنبيع إلي أن تعد في تجمعات وإلى تعاونيات قد تنفذ شيء من الأنشيطة لا يتم الاعتماد عليها في التنبيذ لأننا سعاوم عن هذه الاستثمارات التي لا يتم تستفيد من هذه المناطق المناطق أكبر استفادة ممكن بدل ما نعود لا يجلبه مثلاً مقاول منهم من واكشوط فمقاول المنطقة قد يبني المدرسة والله يعدل يبني الطب والله يعدل شيء لا ينعطوه نعطوه الأولوية في ذلك المجال البعد الخامس والآخر في المنهجية وقضية الاستغلال هذه الاستثمارات واستمراريتها اللي لاحظنا عن ذنب ياسر من الاستثمارات العمومية تعدل ولا تستمر عين نشوفه في ياسر من المرات منشأة تعدل وتعود الناس محتاجة لها يغيراً لا تفوتهم لشهرات تشتغل وتعلم وتتوقف لأن قضية الاستغلال الاستمرار الاستغلالية واستمرارية الخدمة اللي من أجلها تم هذا الاستثمار لهو حالة ما بعد التنفيذ وهذا هو البعد الخامس هذو الأبعاد الخامسة هم اللي شكلوا المنهجية المتكاملة اللي يتعود ان شاء الله وتعالى هي آلي التدخل على مستوى كل منطقة نظمت لجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها في نواكشوت مؤتمراً صحفياً استنكر فيه رئيس اللجنة التصريحات الأخيرة للنائب برام لداه العبيد في جنف كما كان اللقاء فرصة للحديث عن واقع حقوق الإنسان في بلادنا استعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم البحبين في هذه النقطة الصحفية وضع حقوق الإنسان في بلادنا مشهيداً بالتعاطي الإيجابي للحكومة مع ملفات حقوق الإنسان واستنكر رئيس اللجنة تصريحات النائب برام لداه العبيد الأخيرة مؤكداً أنها جنبت الصوابة في وصف التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية تفاجأنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتصريحات التي أدلا بها مؤخراً برام الداه العبيد لماذا تفاجأنا؟ أولاً لأنها تتناقض مع التصريحات الأخيرة لبرام الداه العبيد ذانياً لأنها تتنافى مع الجو الجو القائم الآن من تلاقي بين الجهات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المختصة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان يشهد البلد الآن نوع من انسجام في هذا الطرح كان من الأجدر المساهمة فيه هذا الانسجام وهذا الجو شهد به مؤخراً شركاء خاصة بعد الورشة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والصفارات الفرنسية والألمانية والإسبانية وتطرق الأستاذ أحمد سالم البوحبيني إلى الجو الذي تعيشه موريتانيا مذكراً بأنه يتسم بوضع الآليات والبرامج المناسبة من أجل خلق مناخ ملائم بين الدولة ومختلف الهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني بغية تحقيق حماية وترقية حقوق الإنسان في بلادنا احتضنت العاصمة نوكشوط صباح اليوم لاجتماع التحضري لمجلس وزراء دول الساحل الخمس الذي تستضيفه بلادنا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري نقش هذا الاجتماع عدداً من القضايا من بينها ما يتعلق بإنجازات المجموعة خلال العام الماضي وما يتعلق باستراتيجياتها لهذه السنة هنا في العاصمة نوكشوط ينعقد اجتماع الخبراء التحضيري لاجتماع مجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة السيد سومري علي قال في كلمته بهذه المناسبة إن تعزيز التكامل الإقليمي وجعل الدبلوماسية في خدمة السلم والأمن ودفع تنمية يعتبر من أولويات سياسات الحكومة الموريتانية مضيفا أن السلطات في بلادنا على غرار بقية دول الساحل الخمس تؤمن بالحاجة الماسة إلى منظمة عصرية فعالة تستجيب لمتطلبات تنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء في المجموعة طبقا لمبادئ التضامن التي تربط هذه الدول بدوره الأمين الدائم لمجموعة الساحل الخمس السيد ماما سامبو سيديكو اعتبر أن التعبئة لهذا الاجتماع تترجم الاهتمام الكبير الذي تليه الدول الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس للمنظمة مضيفا أن هذا الاجتماع يستهدف التحضير للدورة السابعة العادية لمجلس وزراء مجموعة الساحل الخمس مؤكدا أن اجتماعات السنة الحالية تنعقد في ظرفية خاصة يطبعها تزايد العنف في بعض دول المجموعة وينتظر أن يناقش هذا الاجتماع تقييم منجزات العام الماضي وأخذ الدروس منها من أجل التخطيط المحكم للأعمال التي ستنجز خلال العام الحالي كما سيناقش كذلك مشاريع استراتيجية الاتصال والإطار المندمج للمشاريع ذات لولوية للمجموعة أقد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين اجتماع صباح اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتدارس واقع حقوق الشغيلة في البلد وفي موضوع منفصل أدى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زيارة تضامن لسفارة جمهورية الصين في بلدنا تعبيرا عن وقوف بلدنا إلى جنب الصين وهي تواجه فيروس كورونا القاتل طاولة المستدرة جمعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واتحاد أرباب العمل الموريتانيين ناقشت الحقوق العمالية والأطل القانونية النظمة لعمل الشغيلة الوطنية في المؤسسات والشركات وضرورة تفعيل قانون الامتياز الوطني في منح فرص الاستثمار للفاحلين الاقتصاديين للوطنيين بدوره ثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعي اتحاد أرباب العمل الموريتانيين لخلق نحن جاينا بإطار مهمة اللجنة متعلقة بحماية وترقية حقوق الإنسان في البلد نوصل الخطاب الحقوقي هنا على مستوى اتحاد أرباب العمل اللي فاجأنا إيجابيا هو أن الحقنا موجود وعززناه خلال اللقاء عن طريق القنوات اللي لا ينفتح في البلد سعيا لتجسيد القوانين كاملة وتفعيلها في مصلحة الوطن في مصلحة أرباب العمل وبالتالي في مصلحة العمال والمواطنين وفي السفارة الصينية عقد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين رفقة عضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد لقاء مع سعادة استفير الصين في بلدنا بمقر السفارة الصينية قدم من خلاله رئيس الاتحاد دعم أرباب العمل الموريتانيين لجمهورية الصين الشعبية في مواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين منذ عقود ستبقى راسخة وفي تطور وازدهار في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها جمهورية الصين الشعبية لا يسعني إلا أن أعرب لكم بإسمي الخاص ونيابة عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عن تضامننا الكامل مع الشعب الصيني وقيادته إذر انتشار وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد وعن وقوفنا معكم خلال هذه المحنة وأن نتقدم لكم بأصدق مشاعر المواساة للأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكافة المصابين بدوره عرب سعالة السيد سهانج جانج سيفير جمهور الصين الشعبي المعتمد في بلادنا السعالته وحكومة بلاده بموقف الحكومة الموريتانية الداعم لبلاده في مواجهة تداعية فيروس كورونا مؤقدا أن هذه المساندة لم تأتي بمحظ الصدفة بل نتيجة لعلاقات ضربت جذورها في التاريخ وتأسست على قواعد صلبة من التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كان من نتائجها عديد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي جمعت بين البلد احتضن مقر قيادة الجيش الجوي صباح اليوم بالعاصمة واكشوط المرحلة الثانية من التمرين العسكري في الانتلوك الذي تقيمه الولايات المتحدة الأمريكية بشاركة مع 34 دولة أوروبية وإفريقية من بينها بلادنا يهدف التمرين إلى تعزيز القدرات العسكرية لدى الجيوش المشاركة في هذه العملية التمرين العسكري السنوي فلينت لوك الذي تقوم به القوات الأمريكية الخاصة في أفريقيا والذي بدأ هذا العام من شمال موريتانيا يصل العاصمة نواكشوط ويطلق مرحلته الجديدة من مقر قيادة الجيش الجوي عبر مجموعة من المناورات العسكرية تحاكي عمليات الاقتحام وطريقة مواجهة العدو وذلك من أجل تعزيز قدرات الجنود وتمكينهم من الخبرات اللازمة في هذا المجال وعلى هامش هذا التمرين العسكري عقد السفير الأمريكي سيد مايكل دودمان رفقة المتحدث باسم القوات الأمريكية الخاصة في أفريقيا الرايد أندرو كولك مؤتمراً صحفياً احتضنته إذاعة موريتانيا وأجمع من خلاله أن العلاقات الأمريكية الموريتانية علاقات قوية ومتعددة من حيث مجالات التعاون وأشار السفير إلى أن البعاذات الدبلوماسية الأمريكية التي زارت موريتانيا مؤخراً مؤشر واضح على متانة هذه العلاقات وتعبر بقوة عن مستوى التعاون بين البلدين كما وجه السفير شكراً خاصاً للجيش الموريتاني على الجهود الكبيرة التي بدلها من أجل إنجاح هذا التمرين الذي اعتبره جزءاً بسيطاً ومكوناً واحداً في حين أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيد كريستان جيمز أن هذه النسخة من فلينت لوك ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستوى الأمني في موريتانيا ودول المنطقة هذا التدريب سوف يؤدي إلى تنسيق أكبر وتخطيق أكبر بين البلدين وبين الدول المشتركة فيه فبالتأكيد سيكون انعكاسات ناجحة وجيدة في مجال تحقيق الأمن والاستقرار وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دول أوروبية وأفريقية عديدة من خلال هذا التمرين العسكري إلى تبادل المعلومات والتواصل بين الجوج بغية اكتساب مهارات جديدة تمكنها من نقل تلك الخبرات إلى بلدانها وتطبيقها بعد نهاية التمرين وكانت مدينة واطار قد احتضنت انطلاق التمرين العسكرية المشتركة فلينت لوك من خلال عمليات ميدانية شاركت فيها قوات برية وجوية تمثل أربع وثلاثين الدولة متكياً على قوة نارية جوية يضمنها صرب طائرات يقوده طيارون دربوا أحسن تدريب لحماية أجوائنا وقوة أرضية جهزت بأحدث أنواع الأسلحة ودرب أفراده أحسن تدريب على مختلف فنون وتكتيكات الحروب فباتوا مثلاً الجيش القوي ورقماً صعباً في المنطقة من حيث الجاهزية القتالية متكياً على كل ذلك إذن تقل جيشنا الوطني خلال التمرينات العسكرية المشتركة في لينتروك 2020 بولاة أدرار ميدانياً من ردة الفعل إلى الفعل نفسه بتطبيق بعض التمارين الهجومية والإغارة ووضع الكمائن والانتشار السريع تمارين تستخلص منها الدروس في الاستعداد لكل طارئ مهما كانت الظروف ولأن الاتصالات وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة ضمن العنوان الأبرز لهذه النسخة من التمرينات العسكرية في لينتروك 2020 بولاة أدرار فقد تمكن جيشنا الوطني بفضل الله وتفكير وتخطيط قادة خبر السلم والحرب من اقتناء أحسن التجهيزات في مجال الاتصال وتبادل المعلومات لتكتمل بذلك أضلع المربع الذي يهابه كل من تسول له نفسه المساسة من الحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية فاليد على الزناد والاتصال على الأذان والعين تحرص الوطن والنفس تواقة للشهادة في استحضار واضح للمثل القائل وطن لا تستطيع أن تحميه لا تستحق العيش فيه هكذا إذن تستمر التمرينات العسكرية في لينتروك 2020 بولاة أدرار وينتقل جيشنا الوطني إلى الميدان ليقدم للآخرين الدروس في المعنويات العالية والاستعداد لقناة الموريتاني عبدالله الزبير طار ونعود إلى العاصمة حيث اختتم نشط شباب سلسلة من الأعمال التطوعية لنشر ثقافة السلم والحوار لإحل النزاعات بعد سنة كاملة تجولوا خلالها داخل البلاد ويحظى هذا المجهود برعاية من طرف المعهد الجوي الدولي بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية جهود عام من عمل الشبكة شباب وسطاء من أجل السلام تقوم في ساعات بحضور الشباب يشاركون من جميع ولايات الوطن عملوا على تنظيم نشاطات مختلفة دعما للوحدة الوطنية وحل النزاعات السفير الأمريكي في بلادنا ذمن الجهود التي بذلها الشباب وأكد دعم الولايات المتحدة لهذه الشبكة الشبابية وعلى هذا المنوالي صارت وزارة التشغيل والشباب والرياضار يندرج برناج وسطاء من أجل السلام ضمن هذا السيار بعد نظمه في السابق وعلى كافة التراب الوطني العديد من اللقاءات والورشيات الحاسمة استطاعت كلها أن تحلز نتائج نوعية لتؤكد الدورة الهام الذي يلعبه الشباب في البقاءة من النزاعات والتوطيد لللحمة الاجتماعية يحمل هؤلاء الشباب أفكارا بناءة هدفها حل النزاعات بالوساطة الاجتماعية قبل اللجوء للإجراءات القانونية والتحسيس بمخاطر الغلو والتطرف الذي يتربص الدوائر بالشباب كما قامت شبكة شباب وسطاء من أجل السلام بجرد النزاعات وتحليلها لإيجاده حلول لها نحاول لنا نتعاون كاملين إياك نتقلبوا والله نعودوا جزء من الحل والله على الأقل معالجته إلى اللي ما نحل اليوم أجيال قد يتقلبوا عليه منذ ست شهر عدنا نقدرنا نعدلوا تحليل نتائج أي بحث معين وخاصة في مجال النزاعات الاجتماعية سنة كاملة عمر هذه الشبكة المنشأة من طرف المعهد الجهوي الدولي بالتعاون مع وزارة التشغيل والشباب والرياضة ووزارة الداخلية واللا مركزية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية وفي قادم الأيام تعتزم الشبكة تنظيم حوارات وطنية على عموم التراب الوطني وفي نفس سياق نظمت بلدية الرياض بالتعاون مع وزارة التشغيل والشباب والرياضة يوما شبابيا تضمن أشطة تهدف إلى دعم وتشجيع الابتكارات والمقاولات الشبابية معرض يضمه العديد من المنتجات والابتكارات المتنوعة التي تعكس القدرات والمواهب والعبقريات التي يمتلكها الشباب في مختلف المجالات المعرض يأتي ضمن بعاليات يوم الشباب المنظمي مقبلي جمعية جي ار دي ار الشبابية بالتعاون مع بلدية الرياض ووزارة التشغيل والشباب والرياضة بدعم من الاتحاد الأوروبي يوم الشباب يهدف القائمون على تنظيمه لنفت الانتباه إلى تطوير الابتكارات الذكية لدى الشباب هذا اليوم الذي خلد طاقاتي الشبابية الكامنة والتي يطلب منها تخلدها انطلاق إياك يساهموا بناء هذا الوطن وتنمية الاقتصادية والاجتماعية بلد الرياض ممتنى لجاء الدائر والناس كامل القائمة لهذه العملية لأنهم نظموه إياك يعود شبابنا يستفاد من هذا وراجع إن شاء الله أن هذا اليوم يعود لهما بعده السيدة إيفان كابيلا المتحدثة باسم مندوبية الاتحاد الأوروبي الدعيم لفعاليات هذا اليوم نوهت بأهمية تشجيع الابتكارات والمقاولات الشبابية مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية بارقة لهذا المجال تمشيا مع الخطة الخمسية المنفذة من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة وترمي الوروض المقدمة خلال يوم الشباب إلى دعم الطاقات الشبابية في مجالي تنمية الابتكار وروح المؤسساتية شايدنا ختم والنشر نذكر بأبرز نجاح فيه مجلس الوزراء يصادق على عدد من المشاريع من بينها مشروع مرسوم يحدد أهداف وتشكيل وسير عمل اللجنة الوزرية لتحسين التنافسية بدل اجتماعات تحضرية لخبراء دولي الساحل الخمس تمهيدا لقمتها المجموعة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بنواك شوطة تتوصل لليوم الرابع للتوالي التمرينة العسكرية فلينتلوك من خلال مناورات ميدانية تشارك فيها وحدات عسكرية من أربع وثلاثين دولات مشاهدين بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الأنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعية في ختام النشرة نشكر أسمى من تأذمان التي رفقتنا بلغة الإشارة شكرا لكم على كرم المتابعة نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل للقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة